في فيديو اليوم إن شاء الله سنتعلم خمس كلمات وسأريكم كيف نقوم بتكوين هذه الخمس الكلمات في جملة أريد أن أقول لكم أنني قمت بإنشاء أكاديمية لتعليم اللغة الإنجليزية أقوم بتدريسكم بشكل فردي معنا أساتذة متخصصين في هذه اللغة فإذا أردتم الإنضمام إلى أكاديميتنا ما عليكم إلا أن تتواصلوا معنا في هذا الرقم الظاهر أمام الشاشة تواصلوا معنا ومرحبا بكم فبطبيعة الحال الكثير من الناس يتعلمون مصطلحات ولكن لا يعرفون كيف يكونون هذه الكلمات في جملة ويستخدمونها في الحياة اليومية في فيديو اليوم سنتعلم هذا الأمر بإذن الله أول كلمة سنتعلمها وهي travel travel يعني فعل سافرة فأقول مثلا أنا سأسافر I am traveling أو مثلا I will travel I will travel ففي اللغة الإنجليزية لدينا subject, verb and object أنا أتكلم عن الجملة البسيطة لدينا subject الذي هو I, you, she, he, eat, you, they اللي هما يعني أنا أنت هو هي إلى آخره ولدينا الفعل وهو مثلا ذهب صافر أكل شرب إلى آخره ولدينا الobject وهو الشيء الذي يأتي بعد الفعل فأقول مثلا I مثلا I'm traveling to Canada I'm traveling to Canada I is subject I'm traveling الفعل في زمن الحاضر المستمر و to Canada هي الأوبجيكت تمام لدينا الفعل الأول وهو travel لدينا الفعل الثاني وهو swim swim يعني سباحة يعني أسبح فأقول مثلا أنا الآن أسبح I am swimming I am swimming إذا أردت أن أقوم بوضع الفعل في الزمن البسيط أو الحاضر البسيط أقول I swim I swim أقوم بنفس القضية subject وبعدها الفعل I swim I subject و swim هو الفعل نأخذ الكلمة الثالثة وهي visit 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 يعني زارة فأقول مثلا أنا سأزور والدتي سأقول I will visit I will visit my mother سوف أزور والدتي I will visit my mother فعندي هنا I هي subject will visit الفعل يعني زارة في المستقبل I will visit my mother و my mother هي الأوبجيكت فنقوم بنفس الطريقة subject فعل و object عكس اللغة العربية في اللغة العربية لدينا أكل أحمد التفاحة أكل فعل أحمد فاعل في اللغة الإنجليزية نقوم بقلب الأمر فنقول subject اللي هو الفاعل ثم الفعل ففي الإنجليزية نقول أحمد eats an apple لكن في اللغة العربية نقول أكل أحمد التفاحة أيضا في اللغة العربية يمكن أن نقول العكس لكن أنا أقول الشيء الأساسي البيزك الأساسي في اللغة العربية أيضا يمكن أن نقول أحمد أكل التفاحة شيء عادي نمر إلى الجملة الرابعة وهي eat فأكل إذا أردت أن أقول أنا مثلا أأكل الآن فسأستخدم زمن أقول أنا أكل وإذا أردت أن أقول مثلا فاطمة تأكل فاطمة eats أو أقول فاطمة is eaten على حسب الزمن الذي تريد أن تستخدم فيها الفعل إذا أردت زمن الحاضر البسيط تمام إذا أردت زمن الحاضر المستمر تمام أما فيما يخص الفعل الخامس وهو drink يعني شرب فأنا أقول مثلا أنا أشرب الآن الماء مثلا I am drinking water أنا أشرب الماء وإذا أردت أن أستخدم الفعل في الحاضر البسيط أقول I drink I drink تمتم في أمان الله مع السلامة